نقطعها في البران يعني هذه الوصفة لن تتعبكم جدا مثل المعتاد يعني تحكون كثيرا نصف ساعة حتى ربع ساعة هذه الوصفة لن تكلفكم سوى بضع دقائق ممكن دقيقة واحدة فقط يعني ليست متعبة إذن نقوم بتقطيع هذا هذا الحمض كاملا بعدها نقوم بوضع القليل من دونتي فريس أو المعجون الأسنان أي معجون أي نوع كيفما كان نقوم بوضع القليل فقط وبعد ذلك نقوم بملئه بالماء حتى يصل الماء إلى فم البران يعني يكون مليئا ليس مليئا جدا حتى لا يتزلع فقط سامحني على تقطع الهضر فأنا لم أتولف بعد التحدث بالعربية الفصحى يعني حتى تمكن من ذلك لأن الآن يحدث البلوكاج أحيانا فأقطع الهضر الآن الخطوة الثانية نضع ذلك البرد على عافية مهيلة جدا تكون مهيلة أكرر لا تجهد العافية كثيرا لأن يمكن أن يحدث دونتي فريس تفاعل وها ما قلت هجرة كنت متوقعة أنه سوف يتزلع هكذا لأن الدونتي فريس تكون فيه رغوة كتفة جدا يعني كنت أعرف أنه سوف يتزلع بهذا الشكل ويفض المهم ما علينا الآن نقصت النار قليلا كثيرا نقصت النار كثيرا ثم سوف أضعه الآن أتركه يغلي لمدة تقريبا 15 دقيقة 10 دقائق إلى 15 دقيقة بعدها سوف أخوي ذلك الماء سوف أخوي أمامه أقول لكي تروا يعني لن أعدب نفسي بكثرة الحاك ويعني الجلوس طويلة يسمنت أمري أرنام عن تقماد من رغب الزف يعني أنتم تروا يعني عندما تحكونه وخ بالحلفة فإنه يتحييت يعني الجوانب الفقانية للبرد يتحييت ذلك بالحلفة فقط ذلك الأوسخ التي متواجدة الفوق تتحييت بسهولة فقط بالحلفة أما الداخل الداخله وتحته يعني ضروري من القليل من الجيكس لا أعرف اسم جيكس بالفصحة المهم ضروري من القليل من الحك ولكن ليس حكا متعبا أو شيء من ذلك فقط قليل فقط يتحييت بسهولة كما ترون ها هو برد يشعل وخصوصا أنني لم أحكه جيدا فما بالك إذا حككته كثيرا سوف يعني يعمي بالشعلان فانظروا الفرق ها أنتم ترون الفرق والأهم من ذلك هو الوقت الذي يوفره لك ليس يعني لا يوفر وقتا كثيرا شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء